سأحكي عن مصطلحات مهمة بالنسبة للعطور. او اشي كثير منشوف كلمة بور اوم. او نحن نحكيها هي بتلطفظ بالفرنسي او بالطلياني كمان بور اوم يعني للرجال او فقط للرجال. اوم كلمة ايطالية وكلمة فرنسية معناها الرجل. عنا مثلا في بعض انواع ستاتي بكون بور فيم يعني للنساء. خلني يجي نحكي عن الشغل التانية التركيز يعني اه تركيز ما تزين. بيكون نسبة العطور في الكحول في السوائل من سبعة الى اطناش او لخمستاش حسب نوع العطور. عنا هون يعني تركيز اعلى. بيكون نسبة الزيوت العطورية اعلى فيه. عم تكون خلينا نحكي من اطناش لعشرين في المية في بعض العطور. في كمان عندنا تركيز اسمه او او هاي الكلمة معناها تركيز مطلق يعني التركيز اعلى من تركيز عالي. وفيه كمان كلمة بارفوم. بارفوم. بارفوم بغوم. برضو هالتركيز عالي بس اعلى تركيز هو هلأ نيجي نحكي عن كلمات كمان نشوفها انتنس. هالتركيز معناها مكثف. هلأ صدر مثلا من العطور هذا اه وبعدين صدر عطور يعني نفس العطور بس مكثف. بتكون لمحاته اعلى. اه فيه تركيز اعلى او تكثيف في بعض النوتات العطرية. اه في عنا كمان كلمة ابسلو. ابسلو معناها مطلق. اه برضو في بعض العطور. اه بيكون صادر منها مثلا ايدو توالات ايدي بارفوم اه ابسلو اه بارفامو بارفاندو. هي كلها اه يعني مصطلحات للعطور. ابسلو يعني تركيز مطلق بيكون في نوتات جميل جدا. اه نيجي على الساعة حكيت لكم عنها. الساعة هون ميت ميل. اه ثلاثة فاصل اربعة اوز. هاد وحدة قياس نفس الميت ميل يعني ثلاثة فاصل اربعة يساوي ميت ميل. في عندك الستة فاصل تمانية بتساوي ميتين ميل وهكذا. نيجي هون. هذا البار كود. بار كود هو عبارة عن اه سلسل الارقام. اول تلات اربعة ارقام بتكون اسم يعني اسم البلد المنتجي. ارقام اللي بعدها بتدل على المدينة او اسم الشركة والمنتج. عنا هون هاي المرب الدائرة هاي بنشوفها دائما كثير على منتجات التجميل وعلى عطور. ستة وثلاثين ام يعني ستة وثلاثين منث. اه هذا يعني تاريخ انتهاء العلبة. طب ان هو هذا في العطور يعني مش مية في المية. يعني انت بتحطيت عطر في مكان حفظته في مكان جاف مظلم. اه بارد قليل بعيدا عن عشعة الشمس والامور هاي. بيضل عطر زي ما هو حتى لو قعد اه عشرين سنة. اه ستة وثلاثين منث من فتح من تاريخ فتح العبوة. زي ما هو بكون على منتجات بعض منتجات التجميل او على اه تاريخ الانتاج. هذا اسمه باتش نمبر. هذا اهم اشي في العطور. باتش نمبر اه لازم يكون اه مية في المية موجود. الباتش نمبر اه بيعطيك تاريخ الصنع. فيه برنامج اه او في موقع مخصص. بتحط الباتش نمبر اسم الماركة بيعطيك اه سنة الصنع واليوم والتاريخ بالشهر واليوم. هاد اليك يو ار.